فعايز اقول لحضراتكو ان العمار السنية والثقافة اللعيب عندنا هنا في مصر ثقافة المدرب وثقافة الناس والسوشيال ميديا لسه بتكلمه على الولد اللي هو موليد 2004 و2003 و2005 يا جماعة ده لسه ناشئ يا جماعة ما تزقوش الناشئ دوت وتحطوه في النار يا جماعة الولد لسه صغير لحسن يتحرق كل دوت كلام يعني بعيد تماما عن الحترافية بعيد تماما عن عالم كرة القدم اللي احنا بنعيش دلوقتي للأسف احنا لسه في حتة تانية خالص في هذه الجزئية في اجزاء كتيرة جدا جدا وملفات كتيرة جدا لكن انا باهتم بالنقطة دي بالذات علشان اقول لحضراتكو ان عدد كبير جدا من اللاعبين الصغيرين متواجدين في كاس العالم 2022 هتقول لي لعيبة يعني لعيبة على مستوى ايه يعني لعيبة صغيرة بيلعبوا في منتخبات ايه يعني هقول لك في اعظم منتخبات على مستوى العالم بتتكلم على منتخب المانيا بتتكلم على منتخب اسبانيا بتتكلم على منتخب انجلترا بتتكلم على منتخبات كتيرة جدا 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 قدام حضراتكو ومحدش يستغرب لان انا بتكلم بواقع حقيقي احنا لسه بعيد تماما عن صقافة ان احنا الولاد الصغيرين لسه بنقول عليهم ولاد عندك يوسف مكوكو ده ده لعيب عنده 17 سنة بيلعب في بروسيا دورتموند ولاعب لعب خمس مباريات بس على المستوى الدولي مع فريق الشباب يعني محدش مدير فني جدا ييجي يقول لي اصل لا اصل البطولة كبيرة ده كاس عالم ده لازم يكون على الاقال اللعب 3040 ماتش دولي مع الفريق الاول او مع المنتخب الاول الكلام ده ثقافة المدربين مختلفة شوية يعني ده ثقافة المدربين مختلفة شوية حقول لحضراتكو الاسناء وهارجع ليه خاصة منتخب الالماني بلينجهام 18 سنة منتخب انجلترا بيلعب في بروسيا دورتموند جيان 19 سنة منتخب غانا بيلعب في روما فلوريس 18 سنة منتخب المكسيكي بيلعب في الارسنال جابي 17 سنة بيلعب في اسبانيا مع فريق بارشلونة يونس موسى 19 سنة ده مع منتخب امريكا وبيلعب في نادي بالينسيا جمال موسيالة اللعب العملاق هتشوفه موهبة كبيرة جدا في كاس العالم موسيالة 19 سنة بيلعب في باير مونيخ ومنتخب المانيا وبيدري 19 سنة اكيد مع المنتخب الاسباني بارشلونة بيبيد 19 سنة مع منتخب الامريكا وبيلعب في اوكسبورد وروميرو روميرو كمان 17 سنة على مستوى منتخب بحجم المنتخب الارجنتيني الاسماء اللي بقولها لحضراتكو دي المدربين بتوعنا ما يتخدوش لما يلاقي ولد عنده 17 سنة بيلعب مع المنتخب الارجنتيني في كاس العالم ما يتخدوش لما يلاقي ولد اسمه جابي القيمة التسويقية لجابي 17 سنة 90 مليون يورو بيدري 100 مليون يورو 18 سنة او 17 سنة اللي عايز اقوله لحضراتكو ان الكرة القدم فيها متغيرات كثيرة جدا لو احنا ملحقناش ان احنا نعمل كوب يعني احنا لازم نتجاوب سريعا جدا مع هذه المتغيرات ما يجيش دلوقتي مدير فني او لعيب او خلينا نقول مدرب في احد الاندي يقولك اصل ولد عنده 17 سنة مش حاجة ادخاله الفريق الاول لا الدنيا صعبة عليه او يجي اختيارات منتخب مصر ويبقى بنتجاهل تماما المنتخبات اللي تحت يقولك اصله ما عندوش متشد دولية اصل ما لعبش متشد دولية كتير يا راجل ده يعني المنتخب الالماني اختار لعيب اسمه يوسف عنده 17 او 18 سنة ما لعبش ولا ماتش دوله على مستوى الفريق الاول تخيل ما لعبش ولا مباراة دولية مع المنتخب الالماني وتم اختياره في منتخب المانيا في القائمة النهائية لكاس العالم 2022 مش عايزة تقول على حضراتكم لكن دي نقطة مهمة جدا ودايما هنا في المحترف بنحاول نوصل ازاي الناس بره يا جماعة بتشتغل اشتغلوا بالمنهج ده خلاص تجربة اللعيبة اصل اللعيبة الصغيرة والناشئين والكلام ده خلاص انتهى انت لازم المصنع يشتغل من تحته دايما بقول عشان نبني فريق قوي عشان نبني منتخب قوي لازم عندك حاجتين تشتغل عليهم على مستوى الاندية لازم تشتغل من تحت المصنع اللي تحت شغال ازاي هو ده اللي بيطلع لك هو ده اللي بيجيب لك غير طبعا استفقات على مستوى الفريق الاول لكن الاهتمام بالقاعدة ده مهم جدا شفنا ده على مستوى المانيا شفنا ده على مستوى اسبانيا في سنوات طويلة جدا كان المنتخب الاسباني حتى ما بيروحش يلعب في امم اوروبا ما بياخدش كاس عالم لكن في خطة عملت وصل خد طبعا النهائي الاوروبي او نهائي الامم اوروبا وخد كاس العالم المنتخب الالماني كذلك ومنتخبات كثيرة حتى على المستوى العربي عشان اقولك اه كابتنان انت بتتكلم على الارجنتين والمانيا واسبانيا لا يعم خلينها في اللي حوالينا طب حتى اللي حوالينا المنتخب المغربي كمان عنده لاعب صغير عنده 18 سنة في القايمة النهائية للمنتخب المغربي فطول ما احنا لسه بنبص تحت رجلينا طول ما احنا بندور في دائرة مغلقة وما فيش تطور وما فيش حد بيسعى ان يطور المنظومة الرياضية في مصر وخاصة منظومة كورت القدر هنبقى زي ما احنا للأسف هنبقى زي ما احنا على مستوى المنتخبات شغل مختلف على مستوى الاندية شغل مختلف فيعني انا بقول دوت آملا بمعنى اصح ان احنا ننقل صورة للمسؤولين على كورت القدم في مصر ان احنا نشتغل ونتعب ونجهز ونشتغل علم شوية علشان ما ينفعش يا جماعة يكون منتخب السنغال بلعب في كاس العالم واحنا لا هقولك اه يستحق اه يستحق منتخب السنغال المنتخب كامل القائمة كاملة من اللعبين المحترفين القائمة كاملة من اللعبين المحترفين احنا امتى مصر توصل ان يكون عندها في بطولة افريقيا ونوصل كاس عالم عندنا 24 لعيب محترف قائمة منتخب مصر عندها كل القائمة لعيبة محترفة لعيبة محترفة مع احترامي اكيد للعابين الموجودين في الدور المصر كلهم نجوم كبار لكن انا بتكلم على شكل منتخب مصر امتى نوصل للنقطة دي اتمنى ان شاء الله ان الناس تسمع واتمنى ان الناس تشتغل فيها بشكل احتراف اشتركوا في القناة